ليه بعض الجمهور أو كسير من الجماهير تصنفوا كابتن أعمل الكشف أهليوي؟ هقولك ليه لأن في آخر خمس سنين أو في آخر ست سنوات تم تكليفي بعدد كبير من لقاءات النادي الأهلي وابتعدت تماماً عن لقاءات نادي الزمالك فحصل أن كل طبعاً مباراة الأهلي ومباراة الزمالك بيسمحها جمهور الفرقتين مضبوط جمهور لو ماتش للأهل جمهور الأهلي عايز يشوف رقيته هتعمل إيه وجمهور الزمالك بيتفرج بيتمنى أن الأهلي يحصل له أي ضرب علشان الزمالك يكسب أو ياخد البطولة كده وهالعكس الصحيح طبيعي فارتبطت كل التعليقات والجمل والإفهات والحاجات مع لقاءات النادي الأهلي فإذن يبقى المعلق ده تمام أهلاوي وما فيش شك يعني مش محتاجة كيميا يعني مش موضوع طالما بيقول كل الكلام دوت للأهلي يبقى هو أهلاوي لكن الناس يمكن مش واخدى بالها منه أن أنا موجود في الساحة دي من 20 سنة أو من 19 سنة من 2005 من 2005 فترة بتاعت التيفيزيون المصري ثم بعد كده فترة القنوات الفضائية تباعا تقريبا أنا اشتغلت في كل القنوات الفضائية اللي كانت بتمتلك حقوق بس الدوري كنت دايما باخد لقاء للأهلي ولقاء للزمالك والإسبوع اللي بعده بريح وهكذا فكان الجمهور يوقفني في الشارع يقولي أنت أهلاوي ولزمالكاوي لكن في آخر 6 سنوات مش بيدخلي ولسه كنا بنتكلم قبل ما تطرح حضرتك السؤال وأنا بقولك أنا عمري ما أطلب مباراة لأن أنا بخاف أن أنا أطلب مباراة حتى لو تكون مباراة مهمة جدا المباراة دي أكون سيء صح أو المباراة دي ما تبقاش حلوة صح وممكن ما تبقاش مباراة لع البال وعلى الخاطر وتبقى ربنا رايد ليك التوفيق ورايد ليك أن أنت تقول كلام يظل في أزهان الناس مرتبط بيك ومرتبط عند الناس طب هقولك حاجة برضو من اللي الكاتب النهاردة لما نزلنا الأنونسمنت أو التنويه إن الكابتن آي من الكاشف معنا يقولك لا ده مع حالات النادي الآلي أو مع عداف النادي الآلي بنسمع إنفعال كبير جدا من الكافناية من الكاشف مع حالات لنادي الزمالك بنسمع إنفعالات أقلب كثير من اللي انفعالاته مع الأهداف والحالات بتاعت النادي الآلي أنا هقول لحضرة السوشال ميديا بتكتب حاجات تمام طبعا وليها أهداف وربما ده رأي بعض الناس نحترمه لكن أنا بقول إيه بقول في التعليق الصورة بألف كلمة وخبال حضرتك أنا شغلي مش مخفي يعني أنا شغلي على الملأ لأن المباريات موجودة وأرشفية وهتظل موجودة حتى بعد ما أنا أبطل تعليق وييجي أجيال بعدين هتفضل المباريات وهتفضل الأهداف صحيح تمام آخر مباراة علاقت ليها على الزمالك إمتى؟ مباراة الزمالك والأهلي اللي الزمالك فاز فيها اتنين واحد على النادي الأهلي وسيف الجزيري سجلها دا فين؟ أيوة تمام؟ مين بقى اللي قال؟ أه اديني سيف وكمان سيف صح مين اللي قال التعليق دا؟ انت وترقى ترند وترقى ترند صح يبقى إذن الصوت بقى ماهديش ولا كحيت لما الزمالك جاب جون أيوة ولا حزنت لا خالص أيوة دي أصوات تريد أن تصنف البشر من أجل أن احنا نقزم الناس وخبال حضرتك هدفها إيه؟ كان في فترة من الفترات السابقة أنا كنت عارف أهدفها أهدفها أن أنت بتشتغل لقاءات النادي الأهلي أنت بطريقة تعليقك بالشكل دوت بتدي قيمة كبيرة للنادي الأهلي وبترفع المعنويات وبتحسسهم أن هما فرقة كبيرة جدا جدا فرقة كبيرة تمام؟ أنا بقول لك وجهة النظر الأهمى لأهمى الغلطية فأنا لازم أشتغل أن أنا أكسر الأشياء دي علشان أبرز حاجات تانية أو أبرز فرقتي الناحية التانية طبعا أسلوب ما نحبوش لكن هو ده الحقيقة